تابعنا قيادة المدرب الجزائري الجديد نور الدين والدعالي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المواجهتين الأولى ذهابا والثانية إيابا أمام المنتخب الإماراتي الشقيق والتي جاءت ضمن تصفيات المؤهلة لنهائية آسيا 27 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية خسر منتخبنا في الأولى اثنين مقابل هدف يتيم بينما خسر في المباراة الثانية التي أقيمت في الدمام على أنها في أرضنا نتيجة منع الفيفا لإقامة المباريات في أرض وطننا بثلاثة أهداف نظيفة ويبقى السؤال ما هو تقييمك أنت لقيادة المدرب نور الدين والدعالي لمنتخبنا الوطني فهل سيقود نور الدين ترجمة نانسي قنقر